بقى لي 30 سنة بروح لدكتور نفساني ويكون لدكتور منهم معايا معايا مشكلة شكل لكن بتعالج عنده واحد معين ومستحيل غيره من اللي شفته من كل الدكاترة اللي كنت عايزة أروح لهم الفنانة غادة عبد الرازق بتكشف كواليس حياتها مع الدكاترة النفسيين ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق في رقاء تلفزيوني مع الأعلامية مونة الشزلي وتكلمت عن حياتها وعن مسلسلها حكاية تحت الحزام وقالت إنها طول حياتها بتروح لدكترة نفسيين وكل مرة بتغيرهم ومعاها تجارب وحكايات مع كل دكتور منهم وقالت إنها حصل لها موقف غريب قبل كده مع دكتور نفساني مشهور وقالت رحت لدكتور كبير جدا اسمه عظيم قلت له أنا ماشية أنت ما احتاج حد يعالجك هو كبير في السن دخلت لقيته بيلف بالكرسي قلت يمكن في حاجة واقعت منه واستنيت ويقول لي عودي مفيش واسبني واقفة وبحكي له وبكلمه وهو بيلعب في كل حاجة حواليه وما كانش فيه أي اتزان وفي الآخر بقوله أنا هعمل إيه؟ قال لي أنت هتخذي الأدوية دي وشهر وجيلي وأنا خرجه لقيته بيلف بالكرسي تاني وأنا كنت مغلولة منه قوي فعلشان كده وأنا خرجه قلت للتمرج بتاعه أنه لازم يتعالج وأنه يبلغوا عنه وكملت غادة عبد الرازق وقالت يومها خدت الأدوية وانتكست والساعة اثنين بالليل كنت هعمل جريمة قتل في نفسي كنت بتراعش وجابوا لي الدكتور بتاعي وقال لهم ما تستخفوش بالموضوع ده لأن الأدوية دي بتأثر على المخ ومش ده الدكتوري الوحيد اللي اتكلمت عنه غادة عبد الرازق اتكلمت برضو عن دكتور تاني وقالت إن حظها هباب في كل دكترة نفسيين علشان كده مستقرة عندي دكتور واحد مش هتغيره أبدا واتكلمت عن الدكتور التاني اللي جالها البيت وقالت الدكتور التاني ده جالي البيت وأول ما دخل عندي رمى الجاكت والشنطة بتاعته ولسه كنت بتكلم معاه لقيته بياخد أدوية فسألت وقلت له ما لك يا دكتور رد علي وقال لي عايزة طلق مراتي الفنانة غادة عبد الرازق بتتابع مع دكتور نفسي معين بقالها 30 سنة وما بتغيروش ولا بتفكر تروح لغيره بسبب الاتنين اللي جربتهم ووضحت غادة عبد الرازق سبب لجوءها لدكتور نفساني وقالت أنا لازم أتكلم مع حد يا أم ما هتجنن لازم حدي يسمعني والدكتور ده وصل لحاجات ممكن تكسف نحكيها لأقرب ناس لينا والدكتور بتاعي اللي من 30 سنة هو لمعاي دلوقتي وباخد أدوية نفسية من 30 سنة وبقول الحمد لله اتكلمت الفنانة غادة عبد الرازق خلال لقاءها عن مسلسلها حكاية تحت الحزام وقالت أحداث المسلسل كلها حقيقية وحصلت بالفعل وكمان إنها نقلت القصة عن وثائق ومصادر نفسية معتمدة ما تنساش تقول لنا رأيك في حكاية تحت الحزام لو كنت تفرقت عليه